بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في برنامجكم فضفضة فضفضة اللي هو اسم البرنامج معناه أن الواحد مثلنا في داخله شيء يبي يعبر عنه ويطلع بالكلام يعني يبي يقول شيء في داخله عن شيء يمأديه أو مقلقه كل واحد فينا يفضفض عند صديق أو أخ أو أخت أو أم أو أب تشوف أحيانا يقول أشياء عادة ما يقولها ومكتم عليها لأن فيها خصوصية وفي بعض الأحيان الواحد يبي يفضفض للي بداخله لكنه يخاف يقول اللي عنده مو بالضرورة أنه يستحي وله بضرورة أن عنده شيء كاتمه مثل السر لا في بعض الأحيان الواحد فينا حنا يا السعوديين ما نقدر نحسي ما نقدر نفضفض نخاف من سلطة جائلة تودينا وراء الشمس مثل ما يقولون علمونا وحنا صغار أن الحيطان لها أذان يعني الحكومة تقدر تسمع الحسي اللي ما هو بزين عنها وين ما كنت حتى لو لوحدك بين جدران بعضهم حسب ما يقولون المعارضين القدامى يفزون من نومهم وهم مرتعبين من الحلم الشعب مضغوط ولازم يفضفض الشعب مقهور ولازم يحسي إذا ما يحسي يمكن في يوم من الأيام ينفجر بوجهه السعود عشان كذا تعلموا السعود أنهم يخلون الناس يفضفضون في حالة أن ما عندهم سلطة على الألسن أو إذا كانوا الأمراء خايفين من شيء أخطر تذكرون عهد عبدالله بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن سنة 2001 الصحفة كانت تعيش ربيع اللي يبي الإصلاح السياسي يكتب اللي ضد الإرهاب يتكلم اللي يتهم المناهج مسموح له اللي يهاجم التكفير في المنابر وغيرها مسموح هو في الحقيقة ما كان مسموح بس الحكومة ما كانت قادرة تضبط الوضع وبعضنا ظن أن الأمراء يبوني الناس يفضفضون حتى لا ينفجلون مرة واحدة بطريقة تزلزل حكمة لسعود حتى أن اللي يطالبون بالإصلاح السياسي اكتبوا عرايض وقابلوا عبدالله وقال لهم أن الإصلاح مشروعة هو المهم ما طور ربيع الفضفضة المسعود اللي إنجي براء السعود عليه ما تحملوا وفي يوم أسود اعتقلوا كل اللي يطالبون بالإصلاح وحطوهم في سجن خمس نجوم وفجأة انكثم الكتاب والصحفيين في الجرايد والشوية اللي في المنتديات على النت تقترقوها واعتقلوا ناس كتيرين وبدأ الأمراء يشدون أكثر وأكثر ويضغطون الشعب المضغوط تحولوا الناس إلى تويتر أول ما ظهر وقابلوا الفيسبوك وشوي ولا جيش نايف وولده شكلوا من عشرات الألوف من المخبرين تذكرون كانوا يسمونهم البيض لأنهم بدون صورة وبدون اسم والحين قاموا يحطون أي صورة وأي اسم وأحيانا يحطون صور ناس مواطنين عاديين باسم مستعار كذب حتى تويتر اللي فضحها لسعود سدوا أنفس الناس فيه واعتقلوا الأمراء كل واحدين يغرد وطلع لنا أحد القضاء وقال أن بعض التغريدات تجيب الإعدام والمفتي والملك كلهم حسوا عن تويتر وسبوه وسبو اللي يكتب فيه مثل ما يقول الشيخ سديس أن كل الملايين من الشعب اللي على تويتر ما عندهم إلا الهاشتقة والهارتقة المهم أن الشعب اليوم ما يقدر يفضفض اخنقوه الملاعين مباحثهم وسجونهم ودجلهم ما شفنا إلا الناس المعروفين يختفون من تويتر والفيسبوك آلاف منعوهم من الكتابة ومثلهم معتقلين في السجون على سبع وعشر سنين عشان كده أنا سويت لكم برنامج فضفضة عشان أفضفض عنكم وأسليكم وأفضفض عن نفسي بعد ترى أنا زيكم حالي حالكم لا تقولون أنك قاعد في لندن وتبربر على كيفك ترى أمر آل سعود أمر آل جور ما خلوا واحد إلا ما لاحقوه وما أشغله عشان يكتمون نفسه أنا لو ما أتكلم وأكتب تجيني الجلطة أي واحد طبيعي يمنعونه من الكلام والنقد والسفر وفوقها ما عنده وظيفة وعاطل عن العمل ويشوف اللي تشوفونه أنتوا يا مواطنين لابد أنه ينجلط لابد مو غريب مثل ما يقول الدكتور عبدالله الحامد الله يفرج عنه في قصيدة له أن الجلطات والسكر والضغط هي للشعب مو غريب أن الناس بسبب القمع وتخميد الأنفاس صار عندها وجهين وجه براني يقولون أنهم يحبون حكومة آل السعود ووجه داخل البيت وبين الأصدقاء يلعنون آل السعود إلى سابع جد ومو غريبا أن بعض الناس يسوون أنفسهم مدينين في الشارع وقدام الناس أو في البيت أو إذا سافر يفلونها هذا سبب هالقمع تخلي عند الواحد وجهين يعني مثل النفاق يظهر شيء ويبطن شيء ثاني ما يغركم كثرة اللي يقولون نحن نافدها لآل السعود أو يزعمون أنهم يحبون آل السعود هذا حدسي ونفاق إذا دارت الدائرة ترى هذولي أول من يهرب أو أول من ينقلب على آل السعود عموما الفضفضة زينا بس ما يفيد أن الواحد يفضفض عن الثانين حتى لو استانسوا عجبهم الكلام والتهزئ بالملوك وأمراء الطغيان بعض المواطنين ما يقدر يبقى شهرين في البلد لازم يسافر ولو أي دولة خليجية قريبة ويقول لك أنه مختنق وبعض المواطنين كسرها وعندها أصدقاء متمنين يقول قدامهم اللي في خاطرة عن أمر آل السعود وأفعالهم وإجرامهم وبعض الناس يكتبون بأسماء مستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيرها وبعض آخر جبان خايف على نفسه ما زال يظن أن للحيطان آذان ترى هذا وهم آل السعود ومباحثهم ما هم بآله هاي يعرفون كل شيء وإذا سكتوا اليوم عن حقوقكم وخفتوا إنكم تفضفضون بأي طريقة ترونها على الواتس أو التليجرام أو تويتر أو بالتليفون ترى تمبط تثبودكم وآل السعود ما راح يخففون عنكم والضغط إلا إذا فضفضتوا واللي يسكت عن حقه يستاهل اللي يجي فضفضوا يا شعب المهلكة عن أنفسكم قولوا اللي بخاطركم احسوا قولوا عن حقوقكم وعن مشاكلكم وعن المصايب اللي جابها بن سعود لكم اعترضوا على البطالة اعترضوا على التشبيك اعترضوا على الغلاف الفضايع والكهرباء والماء وغيره اعترضوا على كتاب السلطة اللي مجدونها بالفاضي وسبحون بحمد الأمراء وصورونهم لنا كقمة في التفاني والأمانة والإخلاص والتوقى والإيمان يخسون هذولا اعترضوا على مشايخ الغفلة وعاض الصلاطين اللي ما عندهم شغلة إلا إلزام الناس بالطاعة العميال اللي حكم ظلمة فاسقين فاسدين قال إيش؟ قال وإن جلد ظهرك وأخذ المالك ولعن أبو خيرك لا تسمعون الهذولي عديمي للإنسانية اللي شغلته مصدر فتاوى حسب مقساتها لسعود فاضفضوا يرحمكم الله فاضفضوا فاضفضوا وبعدين لا تروحوا بعيد فاصل وأرجع لكم أهلا بكم أيها المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم فاضفضاه المواطنين السعوديين على أقسام في ولائهم لآل سعود وحكمهم الظالم قسم منتبع من آل سعود ما يبي رحيلهم ويشمل هذا القسم المقربين من آل سعود من تجار وهوامير البلد ومن أصحاب الوظائف العليا اللي عندهم شيء يخسرونه إذا راحوا آل سعود هذولي حتى لو بعضهم ما يحبه لسعود ويحتقر الأمرا في داخله إلا إنه يمشي وراء مصلحتها الخاصة ولا يهمه وطن ولا شعب ولا كرامة شلة البزنس في معظمها ما عندي كلام معه هذولي يعرفون ويشيبون ورايحين وراه حتى لو خربوا بن سعود البلد كلها ممكن في حالة واحدة يعترضونه ويقولون كلمة هي إذا تضررت مصالحهم أو إذا شافوا الطوفان جاي يشيل حكم الفاسدين عندها راح يقفزون بانتهازية لأول سفينة ويعلنوا أنهم ضد حكمها لسعود وفي قسم ثاني شغلة أي حمياء لسعود حتى لو هو يعيش الضيم ولكن ربوها لسعود على السمع والطاعة وإن أي مواطن يقول كلمة ضدهم يعتبرونها عدو وضمن هذا القسم سلتيح المباحث اللي شغلهم التجسس على الناس وتعذيبهم في السجون والتعرض للحرياتهم وكرامتهم وتصل ببعض الأحيان إلى الاعتداء على الأعراض وترويج المخدرات هذولي هم مع السعود وأغلبهم جهلة ما عندهم أي شهادة حتى المتوسط وبعضهم حتى ما يعرفي فق الخط الحدسي حقي ما هو مع السلتيح هذولا لا هم ولا شرطتهم ولا جيشهم في معظمهم القسم الثالث هم مشايخ الغفلة اللي شغلهم تركيع الناس باسم الدين إلى آل السعود واعتبارهم حكام عادلين وطاعتهم واجبة والخروج عليهم جريمة ومنصحتهم في العلن خطيئة هذولي المشايخ يقولون إذا راحوا آل السعود راح تصير فتنة وإن ما يجوز الخروج عليهم ما لم يأتوا بكفر بواح تصوروا إن هالمشايخ ما خلوا واحد من المسلمين اللي لكفروه هذولي اللي أكثر من نص الشعب الكافر بنظرهم ما بعد شافوا الكفر البواح من هالسعود ما شافوا سرقاتهم ولا ظلمهم ولا فسادهم ولا مؤامراتهم عميان عميان ما يشوفون إلا الصالح منهم لكن لو واحد منكم أنتوا يا المسعودين يقول كلمة بدها لسعود كان سمعوها وطلعوا عليها فتوى أهل مشايخ من تفعين بصورة شخصية فلوس وسمعة وجواز دبلوماسي ويطلعون في الصحب ويقابلون الملك يعني متكسبين من كل النواحي والأمر أبعد بحاجة إلى فتاوى المشايخ وإلى الوعاب حتى يضحكون عليكم أنتوا يا سعوديين ويا مسلمين ويا عرب بأن الحكم السعودي حكم إسلامي يطبق الشريعة بطريقة ما تخرشوا المية عشان كذا أنا ما عندي حدسي لهذولي المشايخ اللي يأكلون باسم الدين وما يدافعون عن الضعوف من المواطنين واللي كل شغلهم دفاعنا للسعود لأنهم يدافعون عن مصالحهم وأظنكم ما تستغربون من هذا وتذكرون أبو الجماجم اللي يهدد بتكسير رؤوس المواطنين وذبحهم إذا تظاهروا ضد السعود ومثل مشايخ دانين أعلنوها حرب على المواطنين وبعدين جاء الملك عبدالله وأكرمهم على أفعالهم بعد في مواطنين فاهمين واعين يعرفون أن ابن سعود كذاب أشر ما لا علاقة بالدين ولا يهمها إلا الكرسي يعرفون أن السعود مثلهم مثل الحكام الآخرين الفاسديني اللي ما عندهم مانع من القتل والذبح إذا واحد تعرض الملكهم العظوم وهذولي يعرفون أن السعود هم أساس البلاء والجلاء كل شيء غلط في البلد هو بسبب هذا السعود وحشيتهم القطط السمان كل مشكلات البلد من إسكان وصحة وتعليم وفكر وثقافة وتطرف وعصبية وقمع وفشل تنموي وسرقات ونهب وغيره هم الرأس والساس فيه هالمواطنين اللي يعرفون هذا أنا ما عندي حدثي حدثي معهم كل الحدثي اللي عندي موجه للي ضحكين عليها السعود وهو يتصور إنه في نعيم في الزمن القديم الواحد فينا ما كان يغادر قريته وما كان عنده حتى تلفزيون يشوف غصب واحد والجرائد ما تتوزع إلا في كم مدينة لكن اليوم أكثر الناس تتسافر وتتواصل مع العالم وتشوف المستخبي فيديوهات وكلام ومقالات وترجمات وقنوات فضائية ومواقع تلاصل اجتماعية وغيره معقولة إن في أحد ما يعرفها السعود إلى الآن معقولة إن في أحد يصدق كذبة العائلة المالكة تطبق الشريعة معقولة ما في ناس ما يحسون ولا يقرون عن النهب والفساد والإجرام اللي لاعبهم في البلد لعب كيف تمشي على هذولي الناس كذبة أرفع رأسك وانت سعودي غيرك ينقص وانت تزودي أو حنا محسودين على النعمة اللي حنا فيها أو كذبة بلد الأمن والأمان تصدقون إنكم يا مواطنين تعيشون أحسن من القطري أو الإماراتي أو الكويتي تصدق يا مواطن إن عندكم أمن أفضل من هذه البلدان وغيرها ترى والله كذب كذب ما تحتاجون لأدلة يكفيكم اللي ينتشر بالفيديوهات ويكفيكم تقرون الجرائد الرسمية عن الجرائم اللي يتشيب الرأس أظن إن هذولي اللي يمسوين نفسهم ما يعرفون ولا يدرون عن شيء أظنهم يعرفون كل شيء وما يصدقون الكذب الملكي غير الفاخر أظنهم يستهبلون ويستغبون وما هم في حقيقتهم أغبياء ولا جهلة يمكن يقنعون أنفسهم إن الوضع زين لأن إذا ما هو زين لازم يقومون ويعترضون وهم ما يبون هذا ما يبون يدفعون ثمن التغيير وأخذ حقوقهم المنهوبة عشان كذا يسكتون ويسوين أنفسهم إنهم يصدقون إنهم أحسن شعب في الدنيا عنده رفاه وأمن وإنهم أكثر الشعب في الدنيا مؤمن وتقي وإنهم أعظم شعب ولد في التاريخ من صدقكم أنتو كذا وبعدين يجيك واحد انفهي ويقول تبي يصير فينا مثل ما صار في سوريا طيب ليه ما تصلحوا حالكم ووضعكم إذا بلد آل سعود يحكم الشريعة ليه ما شفنا يد أمير تنقص يقول لهم سلاتيح المباحث آل سعود هم اللي يملكوا البلد بالسيف ولهم حق يسوون اللي يبونه بلا عليكم هذا دين ولا حتى عرف قبلي وبعدين وين الإسلام المزعوم إن اللي ياخذ الحكم بالسيف يسوي اللي يبيه يسرق ويقتل ويسوي الجرائم ويتأمر أدري إن بعض السلاتيح راح يقول أنت قاعد تجلد الشعب أقول على شحن بس اللي يهين الشعب هو اللي يضحك عليه ويسرق حلاله ويهين كرامته ويحطه في السجون خمس نجوم وراء الشمس اللي يهين الشعب هو اللي مخمد انفاسه بسلاتيح المباحث بعشرات الألوف واللي يعذب الأحرار في السجون اللي يهين الشعب هو اللي يستخدم الدين حتى يحول الشعب إلى قطيع من الماعز ما يفكر ولا يفهم ولا يناقش ويصدق بروبوغندا للسعود اللي يهين الشعب هو اللي حارم من السكن والصحة والوظيفة اللي يهين الشعب هما للسعود ومشيختهم وكتابهم واللي يديرون دولتهم وشريطيتهم اللي هم أياديهم في قهر الرجال أنا أحترم الشعب اللي أني منه بس أبيه يوعى على كذيبه للسعود اللي يضحكون علينا ويقولون أنتوا ما تستاهلون حرية ولا كرامة وأن عندنا خصوصية سعودية بالله عليكم أنتوا منتوا زي البشر الثانين اللي خلقهم الله ما تحتاجون تتكلمون بحرية وتنتقدون بحرية وتتنفسون بحرية وتشاركون بحكم بلدكم مثل كل شعوب الدنيا بالله عليكم ما تشوفون إن خصوصيتكم إنكم تعيشون في بيوت تنك والفقر ماكل الأخضر واليابس مع أن الناس تعيش فوق بحيرات من النفط خصوصيتكم إنكم تشترون أراضي نهبينها للسعود ولما تابنون عليها يجون يهدونها فوق روسكم أنتوا مو مثل البشر بحاجة إلى سكن أنتوا ما تمرضون وتحتاجون إلى علاج يعني لازموا يتناشدون الملك وولده وولي عادة عشان يعالجكم وما تحصلون علاج بعد أنتوا ما أنتوا زي البشر تبون تعلمون عيالكم عشان يتخرجون من الجامعات ويتوظفون ويتزوجون ويفتحون بيوت بلعليكم شي خصوصيتكم يا شعب المالكة قارنوا أنفسكم وحياتكم جيرانكم الخليجيين بس أنتوا ما تسوفرون وتشوفون العالم كيف يعيش لا يضحكون عليكم يقولون لكم آل سعود والمطبلين حنا غير أي والله غير حنا غير حنا غير حنا سكتنا على آل سعود وخليناهم يلعبون بحسبتنا حنا ما طلبنا بحقوقنا زي الناس ووقفنا مع الأحرار اللي دفعوا عنا وخليناهم في سجون بن سعود أي نعم حنا غير حنا غير خلونا آل سعود نتكبر على بعضنا البعض بحجها القبلية والمنطقة والمذهب وخلونا آل سعود ومشيخهم نتكبر بعنصرية على بقية العرب والمسلمين ما نشوف إلا أنفسنا ومصدقين إن حنا أهل الدين والديانة وإن حنا أهل الفلوس وإن كل العالم ما يعيش إلا على أموالنا فتحوا عيونكم يا مواطنين أهم شيء وأول شيء شغل عقولكم أنتوا تشوفون اللي نشوفه وتعرفون اللي نعرفه مو معقول أنكم تخدعون أنفسكم بأن كل شيء تشوفونه عن فساد العائلة المالكة ونابة وجرامها ما هو بصحيح فكروا شوي لا تبيعون عقولكم لوعاد السلاطين ولا إلى كتاب السلاتيح وثاني شيء لازم تقنعون أنفسكم بأنكم منتوا بشعب الله المختار ترى هذا فيه الدعاء تملك الحقيقة وفيه تعالي على الدين اللي يقول آل سعود أنهم يطبقونه لأن معناه أنكم متفوقين عرقيا مدينيا على خلق الله وأن الله أعطاكم شيء ما أعطاه لأحد ثاني وهذا ما هو بصحيح إذا صدقتوا هذه الكذبة إنكم أفضل من الثانين ترى هذا يوديكم المكان ثاني مو بس أنتوا وما راح تصلحون أحوالكم وتتركون السعودي يزيدون في التنكيل بكم ونهبكم وهانتكم وهانة كرامتكم لا أزمد بعد راح تستسهلون التعدي على خلق الله وأكل حقوقهم وكأن الله سبحانه خلقهم أذي الله لكم وراح تظلمون الناس وتظلمون بعضكم البعض وتظلمون في النهاية أنفسكم وهذا مستحيل يكون شغل أحفاد الصحابة ترى أحفاد الصحابة ما يمكن إلا يتخلقون بأخلاقهم مو بأخلاق آل سعود أحفاد الصحابة لا يمكن أن يقبلوا حكام فاسدين مجرمين مثل آل سعود أحفاد الصحابة ما يقبلون أن يلعب عليهم ويسقطون في العنصرية والقبلية وغيرها أنا أدري ما فيكم أحد يقول أنه ينتمي إلى شعب الله المختار بس اللي أدري فيه أن سلوك بعضكم ما يختلف عن اللي يعتقد بهذا ويشوف روحه فوق 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 هو الأصيل القبلي وغيره صلوبي أو طرش بحر أو فارسي هو صاحب العقيدة وغيره مشرك كافر نجس هو الغني وبقية خلق الله فقراء يعيشون على بقايا مائدته إذا تبعون تكون لكم خصوصيا أبدعوا حققوا الرفاه لأنفسكم طبقوا العدل والعدالة خليوا كلكم كلمة في إدارة الدولة سووا شيء إيجابي مثل بقية خلق الله أو سووا شيء زين ما سبقكم بها أحد أما ذا الحين وقال السعود حاكمينكم ما أقول إلا الله يخلف علينا وعليكم نتواضع أحسن نتواضع ونعرف قدرنا أكرم لنا والغيرنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ألقاكم بعد الفاصل لا ترحون بعيد أهلا بكم مرة أخرى في برنامج فضفضاح لا بد قضية الحرب على اليمن شاغلت الناس هالأيام كنا قد نسيناها يوم كانت بعيدة عنها لكن اليوم الحرب داخل الديار داخل مناطق عسير ونجران وجزان ولأول مرة الحكومة واللي يتحدثون باسمها مثل اللواء عسيري يعترفون أن القوات اليمنية دخلت الأراضي السعودية وأن الطائرات السعودية قامت بقصفهم ليضحك يا مشاهدين الكرام أن السعود راحوا اشتكوا عند الأمم المتحدة بأن الحوثي وجماعته اعتدوا وجماعة العبدالله صالح يعتدون على حدودنا ويقصفونا بصواريخ باليستية اللي قال عسيري في أول الحرب بطائراتهم دمروا 99% منها المهم هذا ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي يقدم شكواه كما قامت بالهجوم ضد حدود وأراضي بلادي متسببة في مقتل أكثر من 500 مدني ونزوح الآلاف من السكان وتدمير العديد من المباري المدنية طبعا ما قال المعلمي أن الحوثيين سيطروا على مدن سعودية ولا قال إن عشرات الألوف تهجروا من القرى والمدن في الجنوب قال إنهم اكتلوا وخمسمائة مدني طيب وينك يا معلمي وين حكومتك عن هالمعلومة ليش جبت هذا الحين ليش ما جبتها من قبل صار لكم سنة ونص وأنتوا ساكتين وما تتحدثون عن الضحايا من الجنود وغيرها ليه الحين صار لكم إنساني حسي وعيون تتبكبك أنا أدري السبب وشو وأنتوا بعد يا مشاهدين لابد كثير منكم يعرف السبب الأمم المتحدة وضعت السعودية على القائمة السوداء بقتل الأطفال اليمنيين وهي ترتقي لأن تكون جناية حرب زعلت زعلت الرياض وهددت بقطع المساعدات عن الأمم المتحدة بسحب بنكي مون اسمها وقال إن الرياض راح تجيب دلتها إنها ما قتلت ولا دمرت مدارس ولا مستشفيات ولا جسور ولا غيرها ما جابت الحكومة شيء شكلت لجنة من عندها وأعلنت إن كل ما سوته صحيح وما خالفت القانون وطلع إنه واحد إماراتي يتحدث باسم اللجنة وقال إن فيه خطأ صغير لا يستحق الذكر المهم اليوم آل سعود عندهم مشكلة ثانية في حرب آل سعود على اليمن سنة 2009 بحجة مفتعلة حول السيادة على جبل دخان أو الجزء التابع للسعودية منه هجرت الحكومة سكان عشرات القرى وقالت إنها راح تسكنهم في منطقة ثانية الناس ما قبلوا هذا الكلام ولا الحكومة عوضتهم حتى يومنا هذا ما زالوا ساكنين في شقاق وبيوت مستاجرة وعشش هالمرة وفي الأسابيع الثلاثة الماضية تبي الحكومة تهجر ناس ثانين على الحدود وبدل ما يحمي آل سعود الحدود يهجرون سكانها بلا رجعة موسيقى ما في أحد يقبل يشيلونه من مسقط راسه والسكن اللي سكن فيها آباءه وأجداده بحجة عسكرية هو إلى الأبد لكن آل سعود يسوونها مثل ما سواها من قبل وبالقوة بعد وحتى بدون تعويض وبدون تهيئة سكن بديل للناس الناس حتى اليوم زعلانة واحتمال يكون في مواجهات عسكرية رغم مناشدات للملك وولده الدب الداشر نحن قبيلة آل زيدان من بني مالك نناشدكم يا خادم الحرمين الشريفين بفك الحصار اللي فروض علينا في هذا اليوم من قبل نقطة قحدة التابعة لقضاء حرص الحدود بمحافظة الدائر ونأمل منكم التدخل العاجل والسريع لفك هذا الحصار المرة السابقة جاء الناشط عيسى الخيفي وصور فيديوهات تبين تشبيك مدن وقرأ وتمنع الناس من العودة لديارهم وحلالهم قاموا راحوا حطوا الخيفي في السجن لسنوات ما طلع إلا قبل كم شهر بس وهالمرة طلعت فيديوهات بعد فيها غضب وقهر وملاسنة مع عسكر يبون يطلعون الناس من بيوتهم بالقوة ما أدري وش بقى ما سواها للسعود حتى من أرضكم هجروكم وحتى قطعة أرض تسكنوها ما فيه وزيادة على كذا يهددون المواطنين بالسيف الأملح أنا أنتظر يوم يصير سيف الألسعود من خشب ويكسره الشعب على روسهم لا تقولون كل التهجير كان لدواعي عسكرية هذا ما يمشي علينا في 2009 هجروا الناس من ديارهم والمخصصات نهبها خالد بن سلطان عاد أنتوا شوفوا هالمرة منه الحرامي اللي على عذبات المواطنين وتهجيرهم كم مليار راح يأخذ وكم مليار راح يكسب أكيد تعرفون منه وزير الدفاع الجديد الحوت الجديد اللي ما يشبع حسبنا الله ونعم الوكيل انتظروا شوي قبل ما تروحون أبي أذكركم شاعر في السجن كان مغمور ما أحد نشر له ولا أحد مهتم فيه وفجأة سمعنا أنها أخذوه وراء الشمس لأنه كان نفتح عيونه بزيادة عن اللزوم وكان عنده ضمير حي هذا الشاعر اسمه عبد المجيد الزهراني سموه شاعر المطحونين السعوديين وش يقول هذا الزهراني قبل ما يحطونا في سجن خمس نجوم يقول يا جماعة الخير يا بلد يا ميكروفون يا مصافي نفط يا كوم الديون يا بلد يا رشح يا زكمة ويا كثرة سعال يا بلد يبدأ الإجابة قبل ما يقرأ السؤال ويقول الزهراني بعد أنا ابن الجوع مكسور الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني بلادي نصف من فيها عرايا ونصف الشعب دمعه في عيوني من الأسعار سرعان ضحايا لجبنة بولد وحليبوني فيا شعبي الحبيب ويا ظنايا أنا منكم إليكم صدقوني ترى ما عادي هي تفرق معايا وهي شعرة فقط ووصل جنوني بلاد الخوف تسجنكم رعايا وضباط المباحث يسجنوني ويقول الزهراني بعد يا طويل العمر حزر ثم فزر وش ألمنا وش تعبنا وش وجعنا كل بونا نرفع الأخفاق الأخضر لكن الخفاق الأخضر ما رفعنا وبعد أكملكم واحدة من قصيدة هيقول فيها هو يلي تمدون الفلوس لجارنا حنا ترى من جارنا متسلفين يهو ويزودها الزهراني ويقول بعد في هذه الأبيات حفيان بس الأرض رجلين حفيان واللي سجني ما بيسجن يقيني بكرة تطيح سجون وطيح جدران وتشقق الظلمة بداية جبيني وآخر شيء اسمعه للزهراني وش يقول فيه يقول يا بلد هذا كلامي واضح وسهل ونظامي بلد المليون مخبر ما قدر يمسك حرامي دامها أخطى في سؤاله سيدي ما لكو ماله ما يحقلك اعتقاله اتركوه يعقل الحالة في البلد مية زباله تنتظر منك منك إزاله يا بلد صاير على هالكون عاله يا بلد استورد الصابون ويصدر زباله وإلى حلقة أخرى قادمة من برنامجكم فضفضة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا غانم الدوسري أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة